حدثنا أبو النضر حدثنا حريز عن يزيد بن صليح عن ذي مخمر وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا معه في سفر فأسرع السير حين انصرف وكان يفعل ذلك لقلة الزاد فقال له قائل يا رسول الله قد انقطع الناس وراءك فحبس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه فقال لهم هلاكم أن ضهجع هجعة أو قال له قائل فنازل ونازلوا فقال من يكلأنا الليلة فقلت أنا جعلني الله فداءك فأعطاني خطام ناقته فقال هك لا تكونن لكع فقال فأخذت بخطام ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتي فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما يرعياني فإني كذاك أنظروا إليه ما حتى أخذاني النوم النوم فلم أشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي فاستيقظت فنظرت يمينا وشمالا فإذا أنا بالرحلتين مني غير بعيد فأخذت بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتي فأتيت أدنى القوم فأيقظته فقلت له أصليتم قال لفأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى أستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا بلال هل في الميضة أتي يعني الإيدا وتقال نعم جعلني الله فداءك فأتاه بوضوء فتوضأ لم يلدت منه التراب فأمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل فقالا له قائل يا نبي الله أفرطنا قال لا قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا حثن روح حدثنا الأوزاعي عن حسنا بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم تنصرون الروم حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك يغذر الروم ويجمعون للملحمة حثن محمد بن مصعب هو القرقسائي قال حدثنا الأوزاعي عن حسنا بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نوفير عن ذي مخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقالة صالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم إليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول ألا غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغذر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف حدثنا عبد القدوس أبو المغيرة قال حدثنا حريز يعني ابن عثمان الرحبي قال حدثنا راشد بن سعد المقرأي عن أبي حي عن ذي مخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان هذا الأمر في حمير فنازعه الله عز وجل منهم فجعله في قريش وسيعود إليهم وكذا كان في كتاب أبي مقطعا وحيث حدثنا به تكلم على الاستواء ترجمة نانسي قنقر